أنا ماشي الأخبار بس حبيت أخبرك مش حقدة أجي على الإفطار بكرة لأنه في شب صاحبي عزمني أنا والشباب على منسف هو عامل منسف على الإفطار وأنا اشتريت للمنسف فلازم أروح بس إن شاء الله بعد بكرة بكون معكم الخميس فحكيلي شو لازمك وبجيب معي حكيلي إذا لازمنا حمص أمر الدين خبز شو مكان وبجيب معي إن شاء الله يلا سنمي على الكل وبشوفكم الخميس اذا سألسر الى ميزة بكوز سوف نارفنا العالية هنا يما وكيف يانتنا هنا يما وكيف يسميكم يما وكيفية أخبار الانما نتجه نبع لي أفتار بك يما قلت بحضرت لما يسمى أخبار أخبار ما اخبار يما ينبع بس حبيت أخبرك مش حقدة أخبرك بس حبيت أخبرك خبر حدا تلك أخبرك بس حبيت أخبرك مش حقدر مش حقدر أاجي عالفطور بكرة or did I say فطار مش حقدر أاجي عالفطار بكرة مش حقدر أاجي عالفطار بكرة الفطار and فطور can be used interchangeably they both mean breakfast so meal of breaking the fast during Ramadan either الفطار or فطور I find iftar is a little bit more common to differentiate between like regular breakfast and any other day outside Ramadan and the breakfast that we have in Ramadan however many people also do say فطور so just a side note so حبيت أخبرك انو مش حقدر أاجي عالفطار بكرة I wanted to let you know that I will not be able to make it for iftar tomorrow tomorrow I combined حقدر so ح and أقدر I will not or will be able to حقدر and مش حقدر I won't be able to حا is a future indicator future tense indicator just like رح and for those studying MSA it's like سوفة but in عامية spoken Arabic we use حا if you're new to Arabic make sure to check out the free mini course that explains the differences between MSA and dialect and all that stuff مش حقدر أاجي عالفطار بكرة ليش why how come let's see what we're gonna say لأنه في شب صاحبي عزمني أنا والشباب لأنه في شب صاحبي عزمني أنا والشباب لأنه في شب شب صاحبي شب صاحبي شب صاحبي شب صاحبي شب صاحبي عزمني أنا والشباب عزمني أنا والشباب invited me and the guys على منسف على منسف he invited us for منسف if you don't know منسف I'll put up a picture up over here somewhere so في شاب صاحبي عزمني أنا والشباب على منسف هو عامل منسف على إفطار هو عامل منسف على إفطار he's making منسف for إفطار عامل عامل and then عاملة عاملين but because I'm talking about a guy عامل فمن من بي عاملة we're making منسف هي عاملة she's making منسف هي عاملة منسف بس هو عامل منسف على إفطار و أنا شتقت للمنسف و أنا شتقت للمنسف and I missed منسف I missed منسف this is in the past and it's missed but this is a very common way to say I missed something شتقت شتقت ل شتقت للمنسف I missed we need the preposition there or that's the la we need the line there شتقت للمنسف فلازم اروح فلازم اروح I'll be with you بكون معكم إن شال الله بعد بكرة بكون معكم إن شال الله بعد بكرة بكون معكم الخميس Thursday فاحكيلي شو لازمك فاحكيلي شو لازمك Tell me what you need فاحكيلي شي لازمك وبجيب معي وبجيب معي حكيلي إذا لازمنا Let Me know if we need So لازمك What You need لازمنا what we need حكيلي إذا لازمنا حمص حمص عمر الدين عمر الدين خبز خبز شو مكان شو مكان whatever واجيب معي and I'll bring عمر الدين by the way for those that don't know it's an apricot based drink that's very common during Ramadan we have this put up also a picture of that somewhere حمص عمر الدين خبز شو مكان عمر الدين خبز bread right so حمص حمص عمر الدين the apricot drink خبز bread شو مكان whatever واجيب معي واجيب معي and I'll bring with me jib is bring I bring with me معي مع is with معي with me بجيب معي ان شاء الله يلا سلمي عالكل وبشوفكم الخميس يلا سلمي عالكل وبشوفكم الخميس سلمي سلم على سلم على عبدالله محمد سلم على عبدالله سلم على سلم على سلم على عبدالله I got confused all the names talking to محمد you want to tell سلم على عبدالله say hi عبدالله you say سلم على عبدالله you're talking to Sarah and you want to say tell Sarah say hi to عبدالله and I'll see you Thursday and I'll see you Thursday احكولي بالتعليقات let me know in the comments what kind of voice notes what kind of voice note stories or voice notes you want to hear in upcoming videos بشوفكم الفيديو الجاي see you in the next video خصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوَعي безها